مباراة المنتخبة الأولمبي أمام إسواتيني في تصفيات إفريقيا المؤهلة للإمبياد باريس 2020-2024 المباراة تم تحددها يوم 30 أكتوبر في ستاة إسكندرية يعني من أكتر من شهر تقريباً أنا تكلمت مع حضراتكم أن من الممكن أن يكون هناك تعارض ما بين هذه المباراة أو تصفيات باريس 2024 ومباراة السوبر المحلي ما بين الأهلي والزمالك في الإمارات اللي هي يوم 28 يعني هل من الممكن أن الأهلي يكون معه لعيد بيلعب يوم 28 بيلعب في المنتخب الأولمبي بيلعب يوم 28 ويجي يوم 30 يلعب في الإمارات 28 هتلعب في الإمارات يوم 30 هتلعب في ستاة إسكندرية في القاهرة فأكيد هترجع تاني يوم يعني هترجع يوم 29 وتلعب يوم 30 هل ده كلام طبيعي؟ وأنا حذرت من هذه المشكلة من شهر فات ومرة تانية مرة تانية وتالتة وربعة بأكرر هذا الأمر عشوائية صريحة ووضحة مع احترامي لكل المسؤولين على المنتخب الأولمبي لأن أنا بقى لي شهر بقول والمشكلة حصلت وحتشوفه دلوقتي اللي بقى هتلاقي النادي ده بيجري مع المسؤولين في المنتخب بيجروا على الأهلي وعلى الزمالك علشان يقولولهم والنبي وحنشوف هنعمل إيه وحتتكلمه إزاي ومين اللي حييجي ومين اللي مش حييجي ويروحوا المكان اللي يقولوله طب هتختار مين ومش هتختار مين وحتعمل أفلام لكن كما جرت العادة خلال الفترة الأخيرة كله بالحب كله بالحب والاحتواء الحب والاحتواء فمعرفش هل برضو يعني هل ده منطقي إنه يبقى فيه مطش مهم وما بين الكبيرين الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك والمباراة بعدها بيوم ولا يومين مباراة بيتباح الوطن العربي كاملا وأفريقيا كاملة وعندها بعدها بيوم ولا بيومين بالمناسبة هذه المباراة كل وسائل إعلام العالمية أو معظم وسائل إعلام العالمية بتتكلم عليها كأفضل تق دربي في الوطن العربي أو أكبر تق دربي في الوطن العربي أو كذا أو كذا فالنازل كلها بتتكلم عن هذه المباراة هل ده من الممكن إنه نخش في هذا اللبس اللي بيحصل دلوقتي؟ طب اللي عمل كده ما خدش باله ما خدتوش بالكم اللي عمل معاد السوبر ما نستقش مع مسؤولي المنتخب الأولمبي طب ما قعدوا مع بعض ده كله قوضة وصالة الاتحاد كله قوضة وصالة إلا بقى لو حضراتكم زعلانين من بعض في حاجات معينة أو ما بتقعدوش مع بعض دي حاجة تخصوكم لكن في نفس الوقت أنا يجب أن أنتقد مثل هذه الأمور لازم أقول لحضراتكم هو أنتوا ليه بتعملوا كده ليه دايما داخلين في مشاكل وكلام كتير جدا 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 وفي النهاية حتيجي يوم 24-25 تروح بقى للأنداء وتقولهم والنبي عشان خطر هتعملوا ايه طب الدنيا مش ازاي طب كذا طب كذا ونشوف بقى الدنيا هتبقى عاملة ازاي ما عام كنت عملتوا الموتش بدل يوم 30 لو فيه كان 32 كنت هقول لكم يوم 32 يعني لكن يعني مفيش يوم 32 يعني أقول لكم ايه والله ما نعارف الحقيقة يعني من شهر تقريبا أنا قلت هذا الكلام وبرجع أقوله دلوقتي تاني خلاص حضراتكم بتحطوا الناس قدام الأمر الواقع خلاص اوكي خلينا نشوف بقى ايه اللي حيحصل في هذا الامر خلال الفترة القادمة